موسيقى هذا البرنامج برعاية العرين القابضة أهلا بكم في هذه الحلقة من عين على البحرين بنك الاستثمار الدولي يشتري محفظة استثمارات عقارية بقيمة 250 مليون دولار وأيضا البورصة البحرينية تترقى بإعلان القطاع البنكي عن نتائج العام 2013 تابعونا بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك بنهاية العام 2013 من نسبته 3.3% حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 118 نقطة بنهاية 2013 مقارنة بـ 114 نقطة بنهاية 2012 أما أهم المجموعات التي شاهدت ارتفاعا في أسعارها فكانت مجموعة التعليم بنسبة 5% ومجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 7% ومجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 7% ومجموعة الطعام والشراب بنسبة 5.5% ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 5% كشفت لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة تجارة صناعة البحرين عن أن كمية الذهب البحريني المشغول المصدرة إلى الخارج بلغت العام الفائت نحو 8 أطنان مرتفعة بذلك بنحو 40% عن العام 2012 بسبب تهاوي أسعار الذهب عالمياً والسمع الجيدة التي يحظى بها الذهب البحريني أيضاً عالمياً واستطاعت صناعة المشغولات الذهبية البحرينية خلال العام الفائت دخول أسواق جديدة لأول مرة مثل أفغانستان وتركيا وشمال العراق كما أن هناك طلبيات كبيرة من أسواق أمريكا والهند يشار هنا إلى أن 22 محلاً للذهب في البحرين كانت قد أغلقت أبوابها بسبب الأزمة الملال العالمية ثم الأزمة السياسية البحرينية لكن خمسة محلات عادت للعمل مرة أخرى خلال الفترة الأخيرة وبعض التجار الذين تركوا قطاع الذهب وتجهوا للعقارات عادوا للعمل في القطاع مرة أخرى بعد مؤشرات السوق المشجعة قال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة وهي الصندوق السيادي لمملكة البحرين قال أن الأوضاع المالية للشركة أخذ في التحسن إلى درجة تمكنها من البحث عن استثمارات جديدة خلال العام الحالي 2014 وبلغت قيمة الأصول التي تديرها ممتلكات 7.1 مليار دولار بنهاي سبتمبر 2013 وتمتلك حصصاً في 40 شركة غير نفطية منها شركة الاتصالات البحرينية باتلكو والومينوم البحرين ألبا وسجلت ممتلكات خسارة صافية قدرها 181 مليون دينار بنهاية العام 2012 بعد خسارة قدرها 270 مليون دينار بنهاية 2011 فيما يعز جزئياً إلى المشكلات المالية لشركة طيران الخليج النقلة الوطنية للبحرين لكن أداء المحفظة الاستثمارية لممتلكات يتحسن حسب ما قال الكوهاجي على هامش المتادة الاقتصاد العالمي في ديفوز حيث تقلصت خسائر طيران الخليج بفضل تمولات حكومية مباشرة الأمر الذي أتاح متسعاً لممتلكات للبحث عن استثمارات جديدة البرصة البحرينية تعيش حالياً فترة الترقب المعتادة لإعلان النتائج السنوية للقطاع البنكي وما من الممكن أن تسفر عنه من توزيعات وغالباً ما يبقى مؤشر البرصة البحرينية صامضاً في مثل هذه الفترة ولا يتأثر بأي اتجاهات سلبية حتى لو كانت اتجاهات عالمية مثل ما هو الحادث حالياً منذ بداية العام من تراجع مؤشر الدو جونز على سبيل المثال بشكل لافت المزيد من التفاصيل حول هذه الفترة في سياق اللقاء التالي مع مدير التداول في البرصة البحرينية في واقع ارتباط الأسواق المالية ببعضها لبعض ارتباط وثيق ولا يمكن على أي فرء أن ينكر أن هناك ارتباط في هذه الأسواق سواء من حيث الترند أو التوجه العامل المستثمرين أي انخفاض في أي سوق من الأسواق المالية العالمية المؤثرة سوف يكون له انعكاس طبيعي على الأسواق الصغيرة وخصوصاً إذا كان لها ارتباط مباشر بالاقتصاد الأسواق الخليجية ارتباط ليس وثيقاً جداً بالأسواق الأمريكية ولكن هناك ارتباط وخصوصاً أن معظم المستثمرين الذين يعملون مثلاً في الأسواق الخليجية قد يتعاون في الأسواق الأمريكية وبالتالي يكونون اقتباد المراكز والتغيير محافظة استثمارية لذلك نلاحظ أن انخفاض به مؤشر الدوجون منذ بداية العام وحتى الآن كان له تأثير طفيف جداً على الأسواق الخليجية لو تكلمنا عن برصة البحرين لم يكن هناك انخفاض في مؤشر ولكن كان هناك تخفيف من حدة الارتفاع الذي شهره مؤشر البحرين منذ بداية العام وحتى الآن مؤشر البحرين في اتجاه التصاعد منذ بداية العام وحتى اليوم بعد انخفاض الأخير والذي حصل اليوم الجمعة في مؤشر الدوجونز لاحظنا هناك انخفاض في مؤشر البحرين اليوم في معادل طفيف جداً على ثلاث نقاط تقريباً فبالتالي ارتباط وثيق ولا يمكن أن يتجاوز ولكن يعتمد خصوصاً إذا كانت الفترة فترة ركود أو فترة هدوء أو فترة ارتفاع بالأسعار طيب سيد إبراهيم الفترة حالية في البحرين طبعاً هي فترة انتظار إعلان النتائج العام 2013 بنك البحرين الوطني كان أول للمعلنين كيف تقيم النتائج المعلنة على بنك البحرين الوطني في البداية؟ ولا في الواقع نتائج بنك البحرين الوطني جاءت نتائج طيبة بعض المستثمرين كانت بالنسبة لهذه النتائج أفضل من متوقع بالتالي كان هناك تحسن في سعر البنك وقد أدى هذا الارتفاع في النتائج المالية أو التحسن في النتائج المالية جاء إيجابياً على قطاع البنوك بشكل عام في برسة البحرين فبالتالي هناك تحسن في أسعار قطاع البنوك في برسة البحرين نتيجة التفاعل المستثمرين بأن قد يكون بداية إعلان نتائج بنك البحرين بادرة جيدة وطيبة بالنسبة لقطاع البنوك بشكل عام في برسة البحرين والتي تشكل عمق الاقتصاد التجاري في مملكة البحرين هل هناك تفاعل أو نظر إيجابية من قبل المتداولين هنا في البحرين لأداء القطاع البنكي إجمالاً خلال عامة 2013؟ هل تلحظون ذلك؟ من الملاحظة طبعاً من خلال أسعار الأسهم ونشاط التلاوة على قطاع البنوك وقطاع الاستثمار نلاحظ أنه كتفاؤل من قبل المستثمرين على هذا القطاع بنتائج أفضل طبعاً من العام الماضي طيب البنك البحر الواطني بالعودة إليه هو أعتقد أنه اقترح توزيعات بـ 35% من رأس المال مدفوع يعني هذا الرقم معتبر نعود للحديث عن التوزيعات لأي مدى التوزيعات السخية قد تضر بالتداول هنا في البحرين؟ والله في الواقع وجهة النظر بخصوص التوزيعات هي وجهة النظر المتضاربة نوعاً ما هناك من بعض المستثمرين الذين يستغلون هذه التوزيعات لشراء أسهم بالتالي استلام التوزيعات النقرية هو ضخ أموال جديدة في السوق وهناك بعض المستثمرين يربط بين انخفاض سعر الأسهم على التوزيع بين انخفاض التداول وبالتالي تصبح هذه المبالغ هي أرباح مستبقى يستبقيها في حساباته ولا يرخلها في السوق يعني هي وجهة النظر متضاربة نوعاً ومتباينة بالنسبة المستثمر ويعتمر حسب النظر الاستثمارية للمستثمرين ولكن بشكل عام عادة التوزيعات السخية تكون تأثير إيجابي على الأسواق في المدى المتوسط طيب الآن أي الأسهم البنكية في البحرين يمكن اعتبرها أسهم قيادية؟ يعني ما هي البنوك التي تحتل رأس قائمة القيمة السوقية الأكبر في البنوصة البحرينية؟ طبعاً على رأس الهرم يأتي بنك الأهل المتحد والذي يشكل أكبر رأس مال تقريباً من البنوك التجاري في البحرين يلي طبعاً بعض البنوك التي هي بنك البحرين الوطني وبنك البحرين الكويت وبعض البنوك الأخرى المدرجة في البورصة أخيراً هل البنوك الاستثمارية تلحظ أيضاً في البحرين أنها سيكون لها أفق نتائج إيجابي عن العمل 2013؟ في الواقع تحركات الأسعار على أسهم قطاع الاستثمار توحي بأن المستثمرين توقعات بنتائج طيبة من نسبة القطاع أعتقد أن قطاع الاستثمار مرتبط ارتباط وثيق بقطاع البنوك التجارية نشاط قطاع البنوك ينعكس على قطاع الاستثمار ولو بصورة جزئية فأعتقد أن النتائج الجيدة لقطاع البنوك بالطبع تعني أن هناك نتائج إيجابية لقطاع الاستثمار بنك الاستثمار الدولي أعلن مؤخراً عن صفقة مثيرة للاهتمام باستحواذه على محفظة استثمارات عقارية في الولايات المتحدة بقيمة 250 مليون دولار المزيد من التفاصيل حول هذه الصفقة وحول العوائد المتوقعة منها في سياق اللقاء التالي مع رئيس التنفيذي للبنك طبعاً نمتلك 95% من هذا الاستثمار 5% إلى شريكنا الأمريكي شركة أطلس ريزيدنشل فترة الاستثمار راح تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات في هذه الفترة راح ندفع إلى مستثمرين ابتداء من 9.5% سنوياً راح يدفع هذا المبلغ كل ثلاث شهور بعد سنة وسنتين راح نطور الدخل إلى 10-10.5% 11% طبعاً راح نحقق هذا من خلال إضافات وتصليحات وتطوير إلى العقارات نفسها لماذا توجهتم لهذا النوع من الاستثمار بالأساس سيد عبد؟ طبعاً احنا قمنا بدراسة السوق الأمريكي ودراسة اللاعبين الأساسين في السوق العقاري تمكننا من نكون علاقة مع أطلس ريزيدنشل درسنا المحفظة أدت محافظة حقيقة وفي النهاية ركزنا على هذه المحفظة هي تتكون من 11 عقار سكني عبارة عن مجمعات سكنية مغلقة تتراوح يعني كل عقارة تكونت تقريباً من 220 شقة سكنية الفكرة هي لما نستحوذ على هذه العقارات نطورها ويكون فيها دخل نطور الدخل وبالتالي ندفعها إلى المستثمرين معنا وبخصوص التمويل هل تم الاعتماد على الموارد الذاتية للبانك أم على تسهيلات ائتمانية من أساسة مالية أخرى وشركاء لا التمويل طبعاً جزء جاك رأس مال مننا ومن أطلس شركائنا بالإضافة إلى وزارة الإسكان في أمريكا مولت الجزء الرئيسي من القرط وكذلك بنك ماكوري في أمريكا أو ماكوايري في أمريكا مول 71 مليون دولار كميزانين قرد ميزانين إلى ماذا أنتم ما زلتم مهتمين بيع العقار في السوق الأمريكي خلال الفترة القادمة أو تلحظون أنه يولد فرص من نوعين جيدة طبعاً هذا هو أول استثمار لنا في السوق الأمريكي ولذلك قضينا تقريباً سنة ونص دراسة السوق الأمريكي دراسة جيدة شفنا أن هناك طلب قوي من المستثمرين على الاستثمارات في أمريكا تعرف أمريكا هو الاقتصاد الأكبر عالمياً لازال فراح نعيد الكرة حالياً كذلك ندرس استحواذ محفظة عقارية أخرى ربما يكون حجمها أصغر من هذه المحفظة وبخصوص العقار في أوروبا وفي لندن على سبيل المثال هناك توجه نوع ما مكثف من المنطقة مؤخراً بالاستثمار في العقار في وسط لندن البعض يرى أن هذا التوجه جاء متأخراً السوق العقاري في لندن يعني لن يولد فرص جيدة في الفترة القادمة وأخرون يعتقدون أن لندن ما زالت تعطي فرص استثمارية جيدة كيف تنظرون إلى لندن؟ حقيقة نحن درسنا عدة استثمارات في لندن في المناطق الرئيسية كنا على وشك أن نوقع عقد كبير مع شركاء في لندن بس بعدين ما تمكننا من إنهاء العملية هذه لكن لا زلنا نطلع إلى استثمار في لندن ما أعتقد الوقت متأخر بالعكس بالظروف الاقتصادية العالمية والسياسية هناك كثير من المستثمرين العالميين يتطلعون إلى نوع من الأمان والضمان والسوق الإنجليزي خاصة لندن العقاري يعطيه هذا النوع من الضمان والأمان هذا الاستثمار الأخير لبنك الاستثمار الدولي سيد عابد يعني وضع علامة استفهام نوعا ما على توجهات المستثمرين الخليجيين للاستثمار العقاري في المنطقة نعلم أن لكم مشركاء من أصحاب الملاء الملاء العالية والشركات العالية هنا في المنطقة إلى أي مدى تقيمون النظر الاستثمارية للمستثمر الخليجي بخصوص العقار في المنطقة وإلى أي مدى هو ما زال مستعد ويرغب في الذهاب باستثماراته بعيدا حقيقة المستثمر الخليجي مستثمر واعي ومثقف كثير منهم دخلوا الأسواق الأوروبية والأمريكية وبعدين دخلوا كذلك في الأسواق الأقليمية في الخليج فترة من الفترات أصبح السوق راكد الخليجي بينما الأسواق الأمريكية تطورت بعد فترة من الركود والآن مردود 9.5 أو 10% سنويا يعتبر مردود جدا جيد خاصة أن الأسواق الأمريكية الآن مقبلة على نمو اقتصادي هذه التوقعات الموجودة طبعا لا زالوا المستثمرين الخليجيين كذلك يتطلعون إلى استثمارات في المنطقة على سبيل المثال دبي الآن السوق العقاري ينمو نمو سريع وقوي وفيه إقبال جيد من المستثمرين الخليجيين أخيرا كيف تطلعون نتائج بنك الاستثمار الدولي عن العام 2013 وأيضا ما هي رؤيتكم لنتائج البنك عن 2014 والمشاريع القادمة إن شاء الله ننهي سنة 2013 بأرقام إيجابية مثل ما تعرف عام 2012 حققنا أكثر من 8 مليون دولار ربح صافي هذه السنة إن شاء الله نتوقع أن نحقق رقم مشابه لهذا الرقم وبالنسبة إلى عام 2014 كذلك عندنا نوع من الطموح أن نفوق العشرة في مليون دولار أمريكي إن شاء الله فاصل قصير من بعد نتابع التدولات العقارية ارتفعت بشكل غير مسبوق في السوق البحريني انتظرونا هذا البرنامج برعاية العرين القابضة أهلا بكم من جديد أظهرت بيانات رسمية حديثة أن تدولات العقارية في السوق البحريني ارتفعت خلال 2013 بأكثر من 30% مستجلة حوالي 2.3 مليار دولار وهما يشير إلى أن سوق العقار البحريني بدأ يأخذ منح صعودي قوي متجاوزا سنوات الركود الماضية وأيضا سنوات المخاوف السياسية المزيد في سياق التقرير التالي أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين عن تحقيق زيادة في التدول العقاري بنسبة 30% خلال عام 2013 مقارنة بالعام 2012 حيث بلغ مجموع حجم التدول حتى نهاية هذا العام حوالي 862 مليون دينار بحريني أي ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار وقد ارتفعت تدولات العقارية للخليجيين في البحرين خلال 2013 لتسجل 12% من إجمال التدولات العقارية بعدما كانت 7% خلال العام 2012 لتعوض بذلك تراجع التدولات العقارية للأجانب والبحرينيين خلال 2013 حيث كانت تدولات الأجانب في العقار البحريني بنسبة 6% من إجمال التدولات بينما تراجعت التدولات العقارية للبحرينيين بنسبة طفيفة خلال 2013 مستجلة 82% من إجمال التدولات بعدما كانت 84% خلال 2012 ويشير إقبال المستثمرين الخليجيين على العقار البحريني خلال 2013 يشير إلى تجاوز عقدة المخاوف السياسية التي أثرت على السوق خلال العام الماضية كما يؤكد تعافي اقتصاديات دول الخليج المجاورة للبحرين وعودت مستويات السيولة المتاحة للاستثمارات الخارجية للارتفاع طبعا كلامك صحيح تكلمنا مع مطورين كثير من منطقة الخليج وبالأخص الكويت والمملكة العربية السعودية لعمل الجويند فنتشر مع شركة العرن القاضي لتطوير بعض الأراضي باستثمارات تفوق المئة مليون دولار كمرحلة أولية ومجموعة أكثر من ثلاثمائة مليون دولار في المشاريع السكنية التطويرية طبعا من ناحية المبيعات للمشروع مثل ما تعرفون آخر ثلاث سنوات كان في هدوء بشكل عام في العقار في البحرين لكن مثل ما دامنا أقول أن العقار هو مثل الولد البار ونفس الوقت يمرض ولا يموت يعني اليوم شفنا أن في حركة غير طبيعية وطبعا بوزيتف للعقار في العرن هناك طلب كبير إن كانت من الوحدات أو من ناحية الكلاسترز اللي احنا طبعا نملك جزء بسيط منها لأن أغلبيتها نباعت لكن هناك طلب كبير لمطورين لتطويرها المنطقة بسبب الخصوصية اللي يتمتع فيها طبعا يتمتع فيها مشروع العرين وأيضا بسبب أن هناك قلة من ناحية المشاريع والأراضي اللي متواجدة حاليا في البحرين من ناحية نفس السعر وناحية أيضا الجودة المحفزات التي يعطيها سوق العقار البحريني حاليا للمستثمرين تعتبر جذابة وسثنائية مع استمرار تدني الأسعار وأيضا عزم الحكومة البحرينية على البدء في مشروعات سكانية جديدة واستملاك عدد كبير من الأراضي إلى جانب أن البنوك البحرينية بدأت في التخلي تدريجيا عن تحفظاتها فيما أتعلق بالتمويلات العقارية أنا أرى بصراحة أن واحد من القطاعات التي يؤثر على البحرين هو القطاع العقار أنا أرى أن العقار وصل أسعار إلى أسعار متدنية لدرجة أن واحد يقدر يبتدي خاطر في هذا البجال يبتدي يفكر بجدية أن يشتري العقار بهذا السعر هل وصل إلى أدنى حد؟ لا يمكن لا لكن في الاستثمار دائما ما تشتري أدنى أحد وتبيع أعلى شيء أنت يكون عندك خارطة من ناحية المخاطرة وتشوف لك إلا الشيء الذي يكون مرضي لك مشاريع الحكومة البحرينية لحل أزمة السكن كانت وما زالت حديث الساعة هنا في البحرين وقد أعلن عن البدء في أول مشروع إسكاني اجتماعي بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهو المشروع الذي يعد أكبر مشروع إسكاني في تاريخ البحرين بتكلفة تقدر ب450 مليون دولار وكان لهذا المشروع دور بارز في تنشيط السوق العقاري ما تتكلم عن استقرار أنت عاوز حاجة اسمها تنمية مستدامة عشان عندك تنمية مستدامة صحيح أن الربح في المشاريع زي دي مش زي الربح زي ما كنت بقول أن تعال والله ينجيب 50 مليون اليوم نشتري أرض 50 مليون ونبيعها بعد يومين 3 أيام 100 مليون ده ربح السريع بس بعدين تفكر هتوصل لفين أنت ربحت بس هتوصل لفين الموضوع ده أنا في نهاية المطاف أنت عاوز الناس تشتري عاوز الناس تكون عايشة مرتاحة الحال الاجتماعي تكون كويسة فالعمود الفقري اللي هو الميدل كلاس يعني منعدم أو شبه منعدم في دولنا دول العربية عشان تخلق أنت العمود الفقري اللي هو الطبغة المتوسطة أنت لازم تفكر في موضوع أن يكون عندك الدماند هو على موضوع والله يقول لك في البحرين والله عندك كل البنايات دي وعندك راضي وعندك بيوت في المحلات دي في الأقارية دي والذي ما حد يشتريها خالية بس الفرد أولاً وزارة الإسكن مادرش تشتري لك خمسمائة ألف دينار ولا ربعمائة ألف دينار شقة عشان تسكن فيها ناس غير معقول فأنت بتبتل تفكر لازم تفكر في موضوع السكن الاجتماعي والسكن ذو الدخل المحدود صحيح الدخل فيه على مدى أطول لأنه أنت مش حتحصل الفلوس نفس اللي كنت حصلها الحاجات التانية بالسرعة أطول إنما أنت بتفيد وتستفيد في نفس الوقت بتفيد المجتمع وتستفيد من المجتمع أرباح قليلة مستدامة مستدامة هذا هو يعني الكونسبت الجديد للاستثمار العقاري لديكم لا موش نكون شوف أنت لازم تخلط الأمور ما تعمل كل حاجة بس معظم شغلنا هيكون احنا في موضوع ذو الدخل المحدود والسكن الاجتماعي بس في نفس الوقت هنشوف حاجات مثلا نثن دلوقت عندنا حاجة في المغرب كمان ذو الدخل المحدود يعني ثمانتلاف واحد من الشارع ودلمونيا وعندنا لا دلمونيا دي حاجة ما لاش دعوه بنسيج بس يعني دلمونيا حاجة تانية بس أنا بتكلم عن نسيج نسيج نحن طبعا بيكون في تشكيلة بس إنما الكم الأكبر هيكون في موضوع ذو الدخل المحدود وسكن الاجتماعي إن شاء الله استفاد القطاع العقاري البحريني من التعافي الاقتصادي خلال 2013 مع تسجيل معدلات نموه في حدود الخمسة في المائة كما استفاد السوق العقاري البحريني من التحسن المؤقت في الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي وانفتاح شهية المستثمرين وبطبيعة الحال فإن السوق العقاري شديد الحساسية أدت المؤزنة العامة البحرينية خلال 2013 أدت إلى تحفيز القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ ومن أبرزها قطاع العقارات والمقاولات وكان لنشاط الحكومة البحرينية في بناء مشاريع إسكان مدعومة كان له أثر إيجابي بالطبع نحن محتاجين في البحرين نموش وتعافي أكثر نحن ما قدرنا نتابع أو نتم على نفس خطة دول الخليج إذا عندك تطالع الإمارات والسعودية والقطر الانتعاشي الاقتصادي العقاري صار عندهم مويد أكثر من البحرين لكن نحن إن شاء الله متفائلين صار في سنة 2013 انتعاشي في القطاع العقاري في الأراضي في البنايات في كل نواحي من القطاع العقاري فإن شاء الله نرجو أن يكون استمرار في 2014 عشان تيقيت لك إحنا 2014 عندنا شوي تفايل أكثر من نتائج 2013 لأن البوادر الحمد لله ابتدت تطلع مع أنها قناة متأخرة لكن إن شاء الله تكون بوادر ماشية باتجاه الصحيح ونرجو أن 2014 يكون عام تغيير في الحركة الاقتصادية في البحرين أخيرا بصفة سؤال يخص عبد الحميد الكوهشي تحديدا هل هناك مشروعات تنتظر الظهور للنور خلال 2014 ما الذي تخطط له في السوق هنا سفراتك الكثيرة يعني تنبئ بأن شاء ما يعني يدور في الكواليس في الفترة الماضية في الصين وشارق أسيا وخلافه ما الذي تخطط له سيد عبد الحميد للعمل 2014 في الواقع يعني تتعرف الدول الشرقية بتدت تتنمو نموه كبير جدا مثل ما تفضلت الصين كوريا اليابان كانت متقدمة عليهم عندنا حين تايلاند جاية فالأسواق هذه أسواق مهمة جدا في أشياء ممكن لواحد يقدر يتعامل معاها أكثر نحن عندنا دشين في قطاع الإنشاءات والأشياء هذه فنبي نركز على دول شرق أسيا في إن شاء الله الخطوة الجاية بحيث التعاون معاهم والسفارة الصينية نشيطة جدا هنا ونفس الشيء السفارة التايلاندية قاعدين يحثون التجار على التعاون مع دولهم وأظن في مجالات كثيرة ممكن إحنا كتجار الخليج كله كل الخليج طبعا ممكن يستفيدون من العلامة هذه من الألاقات هذه يجب البناء عليها والوصول قبل يعني لن ننتظر لما الأشياء ترتفع إحنا لازم نكون بدارين من مبادرين في البحث بهذا نأتي إلى ختام حلقاتنا إلى أن نلقاكم في الأسبوع المقبل مع حلقة النخرى الجديدة من عين على البحرين لكم منا خالص التحيات ترجمة نانسي قنقر